وفي عمان أقامت راهبات الفرانسيسكان مرسلات مريم وبدعم من مكتب البعثة البابوية في الأردن المخيم الصيفية السنوية الثاني للأطفال العراقيين بمشاركة أطفال من مختلف كنائس المملكة وقد جاء مخيم هذا العام الذي تشرف عليه الأخوات الراهبات بعنوان أميل وأنظر من خلال شرح روحي ومفصل عن قصة النبي موسى وتضمن المخيم الذي حاضر به معلمون ومعلمات دروسا دينية ونشاطات ثقافية ورياضية وألعاب ترفيهية وفعاليات متنوعة إضافة إلى المشاركة بصلاة جماعية لبث روح الإيمان في نفوس الشباب